مرحبا فيكم يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة وأموركم كل عال لأهمية هاي الفيديوهات اللي عم نزلها يلي خاصة للأشخاص المستعملين أو المستهلكين للعطور والأشخاص يلي بيصمموا العطور هذا الفيديو من الفيديوهات المهمة جدا يلي رح تتعب كتير لتحصل هاي المعلومات يلي رح أطرح لك ياها بهذا الفيديو أو بالشرح التفصيلي لاحقا الإفرة والمواد الإليرجيك أو المسببة للحساسية بالعطور وهذا حيكون موضوع الفيديو تبعنا لليوم والكواليتي تبع زيوت العطرية كمان للأشخاص أو الأخوة اللي بيشتغلوا بتركيب العطور بالعالم العربي أو بتصنيع العطور بالنسبة للمواد المسببة للحساسية مثل ما بنعرف كلنا في مواد مقيدة تقيدت من منظمة الإفرة اللي هي خاصة بسلامة المنتجات المختصة بالكوزماتيكس أو التجميل وبنعرف أنه موجود 26 مادة مقيدة وربما في مواد صار عليها بان ومواد جديدة انضافت للائحة بأوغست 2019 من هذه المواد يتشكل الأروم كيميكل وإضافة إلى كمان في أروم كيميكل مانة مقيدة ممكن تشكل هذا التركيبة العطرية للزيوت العطري ومن ضمن كل الزيوت العطرية تحوي على دي بروبينيني جليكول يلي بيختموا في العطر كمان أرجو من الأخوة يلي بيشتغلوا بالتصميم يضيفوا لوحاتهم الفنية من خبرات بالتعليقات لحتى كمان الأخوة تستفيدوا يكون هذا الفيديو مرجع للأشخاص المهتمين أو مستهلكين أو مصنعين العطور وأتمنى قبل ما نكفي من الأخوة مشاركة الفيديو ولا يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة فيكم لحتى نقدر نخلي هذا الفيديو مرجع إذا صح التعبير أو إذا كان هو فعلا بيستاهل أن يكون مرجع للأشخاص يلي بيبحثوا عن الإفرة والمواد الإليرجيك بالشرح التفصيلي اللاحق بنيجي هلأ لموضوع تركيز الإفرة تركيز الإفرة يعني أو الإفرة كومباوند يلي هو بيجي على أساس درجات متدرج من الكلاص 1 إلى الكلاص 11 ومتدرج بدرجات الخطورة يلي بيبلش من لعب الأطفال ومطر الشفايف وبينتهي بمواد التنظيف والشامبوات ومواد التنظيف والغسيل واوا بالدرجة 11 رح تشوفوا كمان بالفيديو التفصيلي حكي لكم عن كل درجة من الدرجات هلأ هون النقطة الأهم يلي لو كان الإفرة كومباوند للزيت العطري اللي أنت بتجيبه التركيز طبعه كتير قليل يعني ما بيسمح لك تشتغل فيه يعني لو كنت أنت شخص مثلا بدك تساوي كولون على سبيل المثال يعني تحط فيه 4% ممكن يكون التركيز القليل يعني ما في مشكلة لو استعملته بالكولون أو الكولونيا بس بكنتوا انتبهوا لموضوع الدرجات هله بيمشي حاله للإحلاقة أو ينحط على الجسم والجلد أو لا هلأ كل ما زاد نسبة التركيز تبع الإفرة كومباوند كل ما كان العطر بجودة أكبر إن صح التعبير نوعا ما يعني بالنسبة للمواد المقيدة يعني قلة الحساسية بطريقة كتير كبيرة مثلا مثل المادة أو الزيت العطرية اللي تصنع على العطور تبعي من أحد العطور يعني نسبة التركيز تبعه 100% الإفرة كومباوند يعني أنا بقدر مثل ما هو هذا الزيت شيله وحطه على إيدي بدون ما يسبب لي حساسية أو مشاكل أو يسبب لي زبون حساسية ومشاكل وبهيك حالة دائما هالي زيوت بيكون أسعارها مضعفة وكبيرة وأكتر بكتير من الزيوت يلي التركيز أو الإفرة كومباوند تبعه كتير قليل يلي ممكن مساء يوصل لـ 4% أو 5% أو 12% أو 8% ولكن كل ما زاد التركيز عندي كل ما غلي العطر لأنه المكونات تبعيته خارج عن نطق المواد المسببة للحساسية هلأ بدون أي تأخير أكتر من هيك ما رح أخركن خلونا نشوف الفيديو التفصيلي الخاص بالإفرة والمواد المسببة للحساسية وإن شاء الله في فيديوهات لاحقة رح أحكي لكم كمان عن مجموعة عطوري لـ 3 يلي أو هنا ممكن يكونوا 11 رح ينزلوا وإذا أضرد رح أشرح عن 3 منهم يلي نسب التركيز تبعيتهم تفوق 50% والكواليتي تبعه كواليتي كتير عالي محبت لأي لكم خلونا مع الفيديو التفصيلي بأمان الله يا مرحبا بهذا الجدول رح يكون مختص بالمواد المسببة للحساسية يلي تحت الريجوليشن تبع الاتحاد الأوروبي وهن المواد تقريبا 26 مادة وربما بأوغست زادوها مادة أو مادتين لسه ما عندي علم ولكن هذي من المواد المقيدة يلي تدخل بالمواد اللي مح الضور استعمالها فوق نسب التركيز بالاتحاد الأوروبي ولكن أغلب العطور الموجودة في السوق تحوي هذه المواد بتركيز مختلفة وبعتقد الناس اللي بيشتغلوا بالتصميم بأمريكا أو بكندا أو أستراليا ما ننخضعين لقانون الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواد المسببة للحساسية مثل ما بتشوفوا هون اسم المادة هون اسماء المواد وبالطرف المقابل راح تشوفوا انه شو اللي مكون من هاي المادة هل هو قديش منه طبيعي وقديش منه السينثتك أي الصناعي وهون طبعا مثل هذا المثال يلي هو السيترينولول يلي منه مكون طبيعي 0.302 والمكون الصناعي 0.090 والمجموع هون بيكون عندي من هاي المادة هلأ طبعا بالنسبة للمواد اللي بتشوفوا 3 صفار بعد الفاصلة هي مواد ما لا تأثير بالنسبة لها الحساسية بالعطر هاي بس يعني شرح بسيط للمكونات يلي مثلا مثل هون عنكم الليمونينا تقريبا المكون الطبيعي من 2.9802 والصناعي لا يوجد فهون بتشوفوا يعني كيف المواد المسببة للحساسية ونسبتها بالعطر طبعا هذا الكلام للأخوة اللي بشتغلوا بالتصميم او اللي بشتغلوا بالتصميم هلأ رح نيجي للصورة او الصور التانية اللي بدنا نشرح عنها شوي ونشوف كيف الجدول اللي مختص بالإفرة اللي هو طبعا بتدرج من كلاس 1 لكلاس 11 يعني من 1 لأحداش وطبعا بكل خانة من الخنات هون رح تشوفوا كل كلاس لشو هو مختص بالنسبة للتركيز يلي رح ايجي عليه بعد شوي وفرجيكن اياه بالتفصيل ولكن مثلا الكلاس A اللي هو مختص بتلوين للأشياء المختصة بالتنظيف والليكود الخاص او مطر الشفايف وما شابه هذلك او العاب الاطفال بالنسبة للكلاس 2 رح تشوفوا هون الاشياء المختصة بالأنف والبادي سبري والديودورا والاشياء هذي اللي مختصة بهذه الفئة والكلاس 3A الادو تواليت هي اللي مختص بالحلاقة والثلاثة B الادو تواليت كمان المختص بالحلاقة او كمان بالثلاثة C رح تشوفوا المسكرة والميكوب والبادي لوشن والاويل والاشياء المختصة لتلاوين الاطفال وبالكلاس 3D وبالكلاس 4A نحن هلا هون شغلنا بكلاس 4 من ال A لل B لل C يلي مختص بموضوع العطور والادو تواليت يلي غير قابل او ليس مخصص للحلاقة او اطقم العطور وبالكلاس 4B يلي غير مختص بالحلاقة وبالكلاس 4C الكوزماتيك سكيتس والكريمات الخاصة او المنتجات الخاصة بالقدم والشعر والبادي بالكلاس 4D رح تشوف solid perfume يلي هو ممكن يكون زيت او ممكن يكون كريم معطر بتركيز معينة كمان هون او البودرية وهون رح تشوفوا كريم اليدين بالكلاس 5 والماسكات الخاصة وبودرة الاطفال وبالكلاسات اللي بعدها هتشوفوا الاشياء الخاصة بالاسنان والاشياء الخاصة بمحارم او تعطير الاطفال او بالكلاس 7 رح تشوفوا كمان الاشياء الخاصة بمحارم او المبيدات الحشرية المعطرة وهون بالتمانئة حتشوفوا كل الاشياء مثل البودر وما عدا بودرة الاطفال طبعا والموس والجلز والخاص بالشعر واتمانئة بيه يلي هو اشياء كتير طبعا متل ما عم تشوفوا انتو من الكلاسات انو كل واحد بتتدرج من مرحلة لمرحلة وهون مثل الصابون السائل والشامبو والفيس كلينر يلي بينظف الوجه هو شيفين كريم او بالكلاس 10 حتشوفوا الفابريك كلينرز والهاوسولد كلينينج لمنظفات البيت والجلي والشامبو والدراي كلينينج كلاس 10 حتشوفوا محارم الحمام المعطرة وبالاحداش واخيرا كل المنتجات الخاصة الغير قابلة للمس او لمس الجلد او غير مخصصة للجلد والشموع وملطفات الجو والاشياء الكتيرة متل ما عم نشوفوا هون واشياء الخاصة بالتنظيف الفيولز واشياء كتيرة هلا هذا بالنسبة لجدول الافرة ورح نيجي هون افرجيكم كيف بيخصصوا طبعا رح يكون النموذج بهاي الطريقة او رح يكون هون اسم زبون واسم المنتج والرفرنس نمبر طبعه وحيكون هون التركيز الخاصة بي اه اللي مرينا عليهم هلأ اللي هنا الكلاسات مسلا الكلاس اي ننفود جريد اه بالكلاس تو صفر فاصلة خمسة واحد بالكلاس 3 اي خمسة فاصلة تلتاش باللي هيك نيجي لطبع العطور اللي هو اربعة خمسة فاصلة تلتاش هيك هلأ هون بنفهم طبعا واخر الجريد اللي هو 11 اللي خاص بالتنظيف وهذا هون بنفهم انه هذا الزيت يعني هو زيت خاص ليس للعطر او او ممكن يكون للكولونيا او للشيفينج للحلاقة او ما بعد الحلاقة او للجسم كنتيجة او تركيز خمسة فاصلة تلتاش هو كتير قليل يعني اذا بدنا نساوي قدة والاية المفروض يكون من 8 الاثناش وازا بدنا نساوي البرفيوم المفروض يكون من 18 الالخمسة وعشرين واللي هو الادو برفيوم والبرفيوم للخمسة وثلاثين راح تشوفو هون انه هاي النسب ابدا ما انا موجودة يعني بنفهم انه هادا ممكن يكون هادا الزيت للكريمات ممكن يكون للكاندلز للشموع وليس للتركيز العطري يلي قلنا بيبلش معنا من 8 بالمية كادو تواليت او كولونيا وما فوق حتى الثلاثين بالمية او خمسة وثلاثين بالمية في بعض الحالات هيك اتمنى انه كون انتبهتوا هون الكلاسات شلون راح نيجي للمرحلة اللي بعدها يلي يلي راح نشوف فيها هون طبعا كيف بيختلف بيختلف معي هلأ لعطر كتير يعني الكواليتي طبعه عالي هون هون راح تشوفو عفوان بس خلونا نكبر الصفحة شوي لحتى تنتبهوا هون شو الاشياء هون نفس الشي الكلاس واحد حطين شو الاشياء اللي فيه الكلاس تو طبعا هادا ستاندرد عند كل التقارير الافرة هادا ما بيضاير الكلاس شو هو متل ما شفنا هون مطاري شفايف و تويز للاطفال وهيك هلأ هادا العطر او الزيت تركيزه لأقصى درجة او اخطر درجة اللي هو الكلاس اي او الكلاس واحد اللي هو عشرة بالمية عشرة بالمية كتير كتير منيح للكلاس تو اتناش بالمية للكلاس ثلاثة اربع وخمسين هيك بنيجي للكلاس اربع اللي هو اي بي سي اربع اي بي سي راح نشوف انه هادا مية بالمية هادا العطر يعني انا لو شلت من الزيت مباشرة حطيته على جلدي حطيته على على هادا ما في مشاكل فيه ابدا وبقدر استعمل منه متل ما هو كتركيز مية بالمية يعني العطر اللي عندي راح ايجي راح اكون شرحت لكم بمقدمة هادا الفيديو ان شاء الله لحتى توضح الصورة اكتر ورح تشوفوا هون انه الكلاسات اللي بعدها ااا يعني كتير كتير درجته هادا الزيت او الكواليتي تبعه عالي ااا هون راح نرجع ونظهر شوي لننتقل للصورة اللي بعدها هادا الاجريد اللي بعده اللي شايفين الكلاس فور دي مية بالمية للكلاس خمسة اثمانة وخمسين بالمية وهكذا شايفين كيف هادا هادا هاي كواليتي هادا الزيت وهادا من بعد يعني العطور اللي راح تنزل ان شاء الله قريبا وتعود تنزل عطوري راح تشوفوا انه هادا التركيز ما بيلتزموا فيه بالسوق مش كل الناس بتوفي معه او بتطلع لها مش الربح على هادا التركيز ورح نكون شرحناه او رح نجيه عليه لاحقا بعد هادا الشر هيك بتمنى تكون وضحة الصورة عنكن عن موضوع الافرة والمواد المسببة للحساسية